والساكشن بتاع الشعر ده يخص الزيوت طب احنا عايزين وصفة بقى لتنعيم الشعر وترتيبه وصفة تكون سحرية كده من وصفات حضرتك الناس يستخدموها لأولادهم عشان الشعر بقى لا يهيش ولا يبقى مقصف ولا الكلام ده خالص بص هي أسهل وأبسط وصفة نعملها من الأروماثيرابي لتنعيم الشعر أنا هديك حاجة بسيطة جدا عشان تبقى خفيفة على الناس زيت اللوز الحلو مع زيت السمسم يعني الموضوع بسيط جدا ما تكونش فزة شوية زيت السمسم رحتو ما تكونش يعني فزة شوية ما فيش مشكلة لأن انتي هتسيبيهم بص استخدام الزيوت في العلاج بيبقى كماسق يعني أنا كأنه بحر بنقول بقى حمام زيت مش نانتي تبدهنيه دهان الزيت أصلا على فكرة مضر جدا لو أنا بستخدم دهان زيت بشكل يومي مضر جدا لأنه هيجفف لي شعري جدا وهيبتدي يعمل طبقة عزلة على الفروة تمنع أن الزيوت الطبيعية اللي بتفرز يعني بالطبيعة متفروط الراس علشان تغزي شعرك هيبتدي يمنعها فيبتدي تلاقي شعرك بعد كده بيقع وشعرك بعد كده بيمسك في بعض في الأول بتلاقيه لطيف مع الديهان وبعد كده بتبتدي تشوفي المشاكل فأي حاجة أحلى بنستخدمها كعلاج يعني الوصفة بتاعت التنعيم هستخدمها إزاي أنا قلت زيت سمسم وزيت لوز حلو بخلطهم مع بعض مقادير متساوية على حسب طول وكسفت الشعر بتاعي ببتدي إن أنا أدلكهم أول حاجة مساج في فروة الراس طبعا براحة الأصابع ما يفعش أبدا نستخدم الأظافر علشان ما ادرحش الفروة وعمل فيها مشاكل أبتدي أدلك قوي 5 دقايق علشان أبتدي إن أنا أدخلها جوه البصيلة يدخل الزيت جوه البصيلة وفي نفس الوقت إن أنا بنشط الدورة الدموية بعد كده ببتدي إن أنا أدهينه على كامل الشعر وبحط الشاور كاب البلاستيك ده لمدة نص ساعة بعد كده بخس الشعري عادي نص ساعة بس قصة الموضوع ده عليه بقى في ناس تقول لك لأ نحطه وننام بيته لليوم وناس تاني تقول لك لأ ده هو ساعة بس ومفوتة دافية قبل الشعور مش شعور كاب هو أولا ماينفعش خالص هننام بالزيوت أبدا لكن نص ساعة ساعة ساعتين هنفعش فعلا ننام بالزيوت على حسب التركيبة أنا بديكي الوقت بتاعها على حسب التركيبة دي تقدر ينفع تقعد على شعري قدي أو المدة اللي هي هتبقى فعالة فيها عشان تحل المشكلة اللي هي هتعملها لكن أكثر من ساعتين لا غلط ترجمة نانسي قنقر